أهلا بكم من جديد المطرفية كانت مأساة كبيرة هذه الفرقة التي أرادت أن تيمنن إن صح التعبير الزيدية وأن تبعد عنها شائبة العنصرية لم يسكت لها لأئمة وجاء عبدالله بن حمزة فأصدر فيها حكمه الكارثي أفتى فيهم ليس فقط بجواز قتالهم وإنما أفتى بإبادتهم بقتل رجالهم وسبي نساءهم وأبطالهم وهي سابقة لم تحدث في تاريخ اليمن يعني بعد الإسلام تحديدا أن تسبى فرقة إسلامية بل زيدية فقط لخلافها مع الإمام عبدالله بن حمزة وهدم مساجدهم وإحراق كتبهم وقام فعلا بالتنفيذ وأوصى كل من يتبعه وكل من له في عنقه بيعا أنه إذا وجد مطرفي يقتله غيلة أو غدرا أو بأي وسيرة كانت بل بعضهم أعطاهم الأمان ثم قتلهم وغدر بهم وقد أحتج بعض الناس عليه بعض أتباعه حول أو ترددوا حول قضية السبي فأصر وأصدر كتابا حققه عبدالسلام الوجيه وموجود في المجموع المنصوري اسمه الدرة اليتيمة في أحكام السبا والغنيمة دافع عن جريمته الشنعاء بسبي نساء المطرفية وقد أبادها وانتهت وظل يلاحقها في كل مكان حتى تراثهم لم يعد منه إلا القليل كتابا موجود في الجامعة الكبير تم تحقيقه ولم نعلم أفكارهم حقيقة إلا من كتب خصومهم صحيح أنهم حاولوا أن يجعلوا للقضية بعدا عقديا مع أنهم في قضية العقائد والتأويلات لم يخرجوا وهي مسألة طويلة لم يخرجوا عما قاله المعتزلة وإنما طوروا في بعض الأفكار وعما قاله الهادي نفسه وقد بحث في ذلك زيد الوزير وغيره وحتى بعض الزيدية المنصفين في السابق ذكروا ذلك بتوسع المهم بعد أن قضوا على هذا الخطر ربما يعني عاصر المطرفية علم آخر من أعلام المقاومة الوطنية والحركة الوطنية وهو نشوان بن سعيد الحميري في القرن السادس الهجري يعني توفي سنة 573 للهجرة طبعا نشوان بن سعيد يعني ربما كان أكثر وضوحا يعني هو إذا أخذنا الهمداني صحيح أنه افتخر بتاريخ اليمني والتراثي لكنه لم يكتفي كالهمداني بطرح اليمنية في مقابل القراشية مثلا وإنما علم أن المسألة أصبحت الفكر الإسلامي والدولة الإسلامية واقعا جديدا ومن الصعب طرح قضية اليمنية أو اليمن كدولة في تلك الفترة وإنما دخل في قضية المذاهب وكان علامة كبير ناقش كل المذاهب التي كانت موجودة في قضية رؤيتها للإمامة ورفض فكرة حصر الإمامة سواء في البطنين أو حتى في قريش وله في ذلك كتبا ومؤلفات بعضها لا زال مفقود للأسف حتى اليوم كما فقدت كتب من كان قبله سواء الهمداني أو غيره لكن خلاصة فكره كان واجه جدريا ربما نجد أهم وأبرز ما واجه به الفكر الإمامي أنه رفض أولا حصر مسمى آل النبي في الدرية أو السلالة وله في ذلك غصائد شهيرة ومنها البيتين الذين طار بالآفاق آل النبيهم أتباع ملته من الأعاجم والسودان والعربي لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغ أبا لهبي وهي فكرة يقول بها كثير من الفقهاء لأن غلاة الهادوية ومتعصبيهم يقولون هذه أقوال شاعر لا يخذ بها هي فكر إسلامي عميق وقال به كثير من العلماء ليس المجال الآن للحديث عنهم وفي قضية الإمامة رفض فكرة قرشية الإمامة بالأصل أو حصر الإمامة في قريش بل وشبه ذلك بمن حصر النبوة باليهود وقال حصر الإمامة في قريش معشر هم باليهود أحق بالإلحاقي جهلا كما حصر اليهود ضلالة أمر النبوة في بني إسحاقي بمثل هذا الفكر الصريح الواضح ورأى طبعا أن الإمامة يعني هي لمن يستحقها من المسلمين أيًا كان طبعا وله في ذلك قصائد يقول أيها السائل عني إنني مظهر من مذهبي ما أبطن مذهب التوحيد والعدل وهو يدل أنه كان معتزلي مذهب التوحيد والعدل الذي هو في الأرض الطريق البين ثم يقول إن أولى الناس بالأمر الذي هو أتقى الناس والمؤتمن كائنا من كان لا يجهل من ورد الفضل به والسنن أبيض الجلدة أو أسودها أنفه مخرومة والأذن ثم يخاطب الشيعي المقلد وقد ناقشهم بالتفصيل سواء الهادوي أو الجارودي طبعا عندما تحدث عن تقسيمات الهادوية تحدث عن الجارودية فقط لم يذكر الهادي ولم يذكر حتى المطرفية ولم يذكر غيرها لماذا؟ لأنه كما قال ليس في اليمن إلا الجارودية وهم في صعدة وصنعة وحواليها وبالفعل واعترف بذلك حتى عبدالله بن حمزة الذي تولى السلطة بعد وفاة نشوان بواحد وعشرين عاما تولى الإمامة فهو اعترف أنه لا يوجد في اليمن إلا الجارودية فقال أيها الشيعي هيا فلقد طال ما استولى عليك الوسن ما رأيتم لبني عدنان من ورى من في الدين قلتم سمن ثم قال ودعوا اللعنة لمن خالفكم لعنة الله على من يلعن لأنهم كانوا فعلا يذهبون إلى لعنة وتكفير وشت كل من يعارضهم نشوان بن سعيد الحميري لم يكتفي بتفنيد هذه الأسس التي قامت عليها الإمامة ونظرية الحص وإنما تصدى للإمامة فعلا ودعا لنفسه وهو ما جن جنون الآئمة ورأوا في ذلك تجاوزا وبادرة خطيرة خصوصا وأنه كان كما قال مذهب التوحيد والعدل بمعنى أنهم على نفس مذهب المعتزلة وخاطبهم بالعقل وما إلى ذلك ويبدو أنه كان له أنصارا وأتباعا ولكنه لم ينجح لأسباب عدة كان هناك من ينافسه أيضا إما كانوا ضعافا لكن آخرين أيضا ومع ذلك ظل فكره هو ما يؤرقهم وحتى بعد وفاته لقد جاء عبدالله بن حمزة وقال بأرجوزته الفاضحة تلك الأرجوزة العنصرية المهينة التي ذكرنا بعضا منها في الحلقات الماضية لكنه لم ينسى أن يتطرق إلى نشوان ولخص فيه حكمه وحكم كل من قال بقوله فقد لخص المسألة في الأرجوزة ما قولكم في مؤمن صوامي مشتهد موحد قوامي وذكره قد شاع بالأنامي لم يبقى فن من فنون العلم إلا وقد أضحى له ذا فهمي ثم انبرى يدعو إلى الإمامة لنفسه الواجبة القوامة لكنه لا ينتمي إلى الحسن ولا إلى آل الحسين المؤتمن ما حكمه عند ذوات الفضل لما تناء أصله عن أصلي قال أما الذي عند جدود فيه فيقطع لسانه من فيه ويوتم جهرة بنيه إذ صار حق الغير يدعيه وهذا حكم يعني كما قال الذين من بعدها أنه حكم كل الأئمة أن حكم كل من يقف ضد أو يدعي الإمامة وهو ليس من آل البيت أن حكمه هو القتل ويجوز للإمام أن يمثل به أيضاً ولقد ظل الأئمة يتواصون بشتم نشوان وتكفيره والقدح فيه حتى يوماً هذا ليس الأئمة فقط وإنما أتباعهم وكل علماء ودعاة العنصرية حتى اليوم لأنه نسف فكرة الإمامة من جذورها وظل فكره ينير الدرب لمن جاء بعده وسيظل كذلك ما دامت هذه الفكرة موجودة وقد نتطرق إلى كثير من أفكاره في الحلقات القادمة إن شاء الله موسيقى